حلقتنا بتكفي وأنا كتير مبسوط أني عم بستقبل زميلي عزيزي بعرفها من سنوات نادية بسط أتقول قبل سنوات قليلة كتير كتير صباح الخير صباح النور طبعا اللي عم تابعونا أنا شتقت له بالم تي في بلشت في من أول برجة بالألفين وتسعة بالألفين وتسعة بيشتاء الواحد للمطقينة غير أنه بيشتاء بياخد وقت تينسيها ويبطل متعلق فيها قد قبل إيه وهذا شيء إيجابي وسلبي لأنه بتصير comfort zone يعني هذا المحل اللي صرت تعرف شو بدك تقوله أمتن وشو نوع المقابلات اللي عم تعملها مبقى فيها تحدي بس عارف حالك عم تعملها منيح بتبقى فيها وبتصير خايف أنك تظهر منها وبس تظهر بتشتقلها لأنه هيركت مرتاح فيها يعني إلى عدة وجوه بس تفتت كتير أكيد من كل البرامج الصباحية اللي قدمتها بالأم تي فيو وغير تلفزيونات تلفزيون مستقبل يعني لأنه بتصير تعرف بالإذن من مونة أبو حمزي بتصير تعرف كل شيء عن كل شيء وبتصير مضطر تعرف لأنه إذا لقى الدنيا بتسبقك فبتع بتعرف شوية عن الطب وشوية عن التكنولوجي عرفت أنه بتصير تعرف عدة مواضيع بتصير على الطلاع وبتصير أسرع من غيرك غير المعرفة شو بيعطي البرنامج الصباحي اللي بلاشت فيه من 97 بعالم الصباح وكنا نتلاقى سوى بالصفحيات يعني اليوم مبسوط أنه عم برجع تلاقى فيك كمان بنفس الإطار وبالمطارح الحلوة اللي منحبها شو بيعطي لصورة مقدمة البرامج وهل مين مكان بيقدر يقدم برنامج صباحي بما أنه بيقوله أنه ايه هو معابلات شوية صحة شوية ثقافة شوية أحداث فنية لا عكس ما الناس تعتقد المشاهد بس يتطلع على التلفزيون فيك تحضروا أخبار وتحطلوا عشرة عم بيقدموا نشرة أخبار حتى ما نحكي بس عن البرامج الصباحية بس يتطلع بعيون اللي عم تقرأ أو اللي عم يقرأ نشرة أخبار بيعرف إذا هو فهمين الخبر أو لا عكس ما بيتهيأ للعالم أو لقلنا مرات أنه الناس ما بتعرف الفرق بين المنيح واللي أقل يعني جودة مش صح العالم بتعرف وبتحس وشو بتعطينا مما كان بيقدر يقدم لأنه كمان له معاييره الخاصة فيه تهزيم معين فيه رواق معين فيه معلومة معينة بيكتوصلها للعالم واليوم الناس كلها مع سمارت فونز والتكنولوجي كلها صار عندها كل الأخبار يعني صار التحدي أكبر أنه تقلها شي جديد وأنه تخليها تكون مهتمة بأنه تتابعك لآخر لحظة فيه لبس معين فيه طريقة حديث معينة فيه أشياء بتنقال أشياء لا من هيك أنا كنت تقول أنه هو السهل الممتنع الناس فكر أنه برنامج صباحي لا برنامج الصباحي بدي يكون واحد على الطلاع بكل المواضيع بدي يعرف يستقبل كل أنواع العالم مش بس فنانين أو بس ممثلين أو مثل برامج الليل أو بس سياسيين مثل برامج البرايم تايم وبدي يكون بيعرف بكل شي لأنه إذا سأل أي سؤال في قلة ذكا الناس بتكشفه وبيبين يعني أنت بتعطي كمان فيها ومطلوب منها مطلوب فيها مجهود كبير يمكن ما بيبين للناس بس هو مجهود أنت عم تعمله ولأنه كمان الوقت طويل يعني البرامج الصباحية إن كان 5 ساعة مرات بتكون يعني وقت طويل برامج طويل بيكون عندك كمان الأنرجي الصبح اليوم إذا بتعمل إحصاء بين العالم إذا تحكي الصبح أو بتكون نشيطة كلهم بيقولوا لك أنه أنا بشرب قهوة وقبل ساعة ما حدا يحكيني طيب إحنا كنا فيه الصبح ونبلش نحكي يعني ما نهاينا ما نهاينا بدك طاقة كمان ودلك عم تعتقي هاي الطاقة الإيجابية اللي أنت نشيط فيها 4-5 ساعات قبل الظهر بحيي هون كل الزميلات المليونين والزملاء المليونين نادية النقلات بالحياة فيها تحدي فيها مغامرة فيها تفكير كتير قبل النقل أنت من النوع اللي بيفكر كتير ولا دغري بيقول هذه هي الفرصة أنا بدأي نقول لا أنا بفكر كتير أنا بفكر كتير بيخد وقتي لأن مثل ما قلت لك وقت تكون بالكومفرد زون أنا أي شيء بفكر فيه كتير إذا بدي قصت أطراف شعري بفكر شهرين بقص ولا بقص بيخد الريس كأنه شيء عظيم فكيف بالأحرى إذا عم بنقول من محل لما حلق ومن شغل لشغل بيخد وقتي لأنه بحب الكمفرد زون بحب أنه أنا هيك مرتاحة وعرفي شو ناطرني ما بحب المفاجآت يعني ما بحب الشي اللي بفاجأني وكون ناطرته عرفت فبضلني مترددة وخايفة طيب مين بيعرف فاجأك فاجأك بمطارح بشو فاجأني بكثير مطارح أول شي فاجأني بأنه هلقد الناس حبته وحضرته واتحضرني لها البرنامج كنت عم بحكي مع مسؤول ميشيل عم بقال لي هذا برنامج لازم يكون على شاشتنا بس ما تتوقع يكسر الدنيا لأنه هذا برنامج بالنهاية أو فيه معلومات فيه سقافة مش كالعالم لح تحضره تفاجأنا كلنا بأنه يعني أكتر ما توقعنا كانت الناس عم تحضر وعم تعطي رأيها وعم بتتابع وعم بتجرب بتلعب وتجاوب هي كمان على الأسئلة ايه هذي فاجأتني اللي فاجأني كمان أنه فيه دموفي بردان أو فيه ناس ما بيعرفوا يخسروا يعني بيكونوا بالحلقة بس يخسروا بتلاقيهم هيك عصبوا أو زعلوا أو دايق أو شكوا أنه فيه حدا تاني سرق الأسئلة وهذا الشيء اللي منه موجود وفاجأني بأنه فيه ناس كثير عندها معلومات ما كنا عارفين أنه هل قد عندها معلومات والعكس صحيح يعني مليء مفاجآت إذا بدك بس كلها مفاجآت حلوة وإيجابية إيجابية خينشوف مقطع من مين بيعرف ونجعلنا عليه مرسل خير مشاهدينا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مين بيعرف أبطال الليلة همني أصلا أبطال معودين على نقطة انطلاء وعلى نقطة وصول وبيتسبقوا عادة كان بيكونوا كل واحد بالسيارة اليوم رح يكونوا كلهم بالسيارة وحدة بس واحد منهم بس هيوصل على نقطة وصول رحبوا فيهم معي مرة من جديد بيلي بوصوار بوصوار كيف الاستعدادات متى الوقت متى الوقت حاضرين مين حتكسر راس مين الليلة ما في ما فيك أنت ما قال لك قلب تحبهم كلهم واتمين سيبئة أنت نربح ما في مجال رح تربح بيلي أنا عارفة أنه في مشاركة لأقلك رح تكون بأيلول بشهر أيلول برالي كروس بطولة العالم برالي كروس بلوياك فرنسا شو هي البطولة سبقت متى هلاك خمس عربيت سوا سرعة بطولة العالم شي حلو كتير وبتتحدر لقلعب لبكتير وقت ما عندي كتير الوقت بنزل سبق واحد بالسنة بالسنة بنقلك موفق إن شاء الله ستكون الرعبة الليلة وبالسرعة نادية الحلو بالبرنامج أنه بكل حلقة بيستقبل مجموعة من الناس اللي يشتغلون بنفس المطرح أو بيشتغلون نفس المهنة في ناس بتتشارط مثلا بتقول بتقلكن مثلا إذا في هذا الاسم أنا ما بكون ولا في أكيد أنت بتعرف أنت بتعرف تشتغل بتليفزيون وبتعرف أنه في ناس بيشارطوا أنه بيكونوا مخنائين مع بعض أو ما بدون هذا يكونوا بكل المجالات مع محدد مجال معين في ناس ما بتعجبها الأسماء بتقول لا أنا ما بدي أشترك مع إلي أحوش ما بطلع أنا ويبزت البرنامج أنا طلعيني بحلقة تانية في هيك في وفي ناس بتخاف على الإيماج بتخاف أنه أنا لا ما بدي أطلعوا ما أعرف جواب على الأسئلة أنه بالنهاية هاي لعبة ونحن عم نلعبهم وعم نربحهم تروفي رمزي حلو مهضوم هاي دي لعبة لا يتسلوا لا يشجعوا سقافة لا يجربوا يجاوبوا على الأسئلة لا يعملوا تاست لمعلوماتهم ما أنا أكتر من هيك في ناس تخذها شوي جدية أكتر يعني بتقول أنه لا ما بدي لأنه بتنتزع الإيماج وكلهم كلهم 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 ديوف بقولوا لي أنا ذكرتي وأنا بفهم لأنه أنا بقول زيت الجملة يعني كون رايحة على البرات بدأ أكل بفتح وبشرب ماء برجاء 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 أنا ليه رحت على البرات كلنا بتصير فينا يعني كلهم بقولوا ذكرتي ما بتصعفني وأنا كتير عاطلة بالأسماء وما بتذكر ولا اسم بليز ما فيني عامل هيك تاست ايه الناس كان نجح البرنامج هلقد يعني اليوم يعني تأطلع من هيدا السؤال يقول أنه اليوم هل هو شرط أساسي أنه نشوف مشاهير بالبرامج تينجح ولا لا فينا نجرب مع ناس عاديين فينا نجرب مع ناس عاديين بس هذا البرنامج بلش هيك الفكرة كانت نطلقنا من أنه بدنا نجيب مجموعة من الأشخاص من نفس المجال نتحديها بين بعضا على المعلومات اللي هي عندها من بعد ركبنا اللعبة كيف دا تكون يعني كم واحد بده يكون بالبداية مين بدهر بأول لعبة ليه حطينا البزر بالأول ما حطينا اللعبة تانية اللي هي أقل how to break the ice أو نخل ناس تتعود على بعض تمزح تضحك بأول الحلقة بعدين وطينا شوية التون باللعبة التانية بيصير أهدى نرجع من طلع الأدريلالين بيصير سؤالات السرعة كله كان مدروس هيدا البرنامج معمول يعني الفكرة معمولة اللي نستطيع فيها سبع مشاهير بتنعمل مع أشخاص عاديين أكيد ونطلب مننا الطلب كثير لأهلأ محرح نعمل هيك لأهلأ رح نضلنا بي يعني طيب شو الصعوبة مع الضيوف يعني فهمنا أنه في ناس ممكن ما بتحب تطلع مع ناس في ناس ما بتحب أنه تمتحن بمعلوماتها بس البرنامج يكف بدي يكون في دايما ناس جداد في صعوبة لواحد يلاقي ناس جداد بالبلد ولا لا ما في صعوبة تلاقي ناس جداد بس هنا بدك تنقي كمان السيليبريتين للعالم بتحبهم بتلحقهم بعالم مثلا الرالي الرياضة الإعلام الصحافة السياسة الفن هاي اللي الناس بتحبها يعني بالنهاية نحن بدنا كمان الناس تحضر وتحب وتشوف وش بتعرفه ومعروف وتشوفه بانجل تاني كيف عم بيجاوب بفتكر يعني لا ما في صعوبة بقناك تلاقي كاتيجوري لأنه نحن ما عم نفتش نكسر رأس نحن على كاتيجوري جديد عم نجيب الناس اللي العالم بتحبه بكل بساطة حتى لو عندنا مش الضيوف بس المجالات المهنة الصعوبة بأنه يكون عندك سبعة أشخاص بالتيفي بالستوديو سبعة مشاهير يعني طبعا عندهم الإيماج عندهم الإيجو عندهم عندهم تاريخهم عندهم العمال اللي عملوه ويكونوا ملبكين بوجه الكاميرا ومش مرتاحين مع بعض فهون هوني بيكون دوري أنا أكتر من أني أسأل أسئلة أو غير أني أكسر هالجليد اللي بينهم خليونوا يتعوضوا على بعض يمزحوا مع بعض يضحكوا ينمروا على بعض لأنه إذا أنا ما كثير أخذي يوجع لك ما حزر ركلك بالحلقة لأم خوف تزعل مني عرفت أنه أنك تكسر الجليد هذا اللي بيعملوا اللعبة الأولى اللي هي لعبة السرعة من هيك حتى نقوم كأول لعبة يعني حتى يكون فيه هالتحدي وسرعة بينهم ومين بيكبس الزر قبل بيرجعوا شوية على الولدنا يعني نادية اشتغلت كل أنواع البرامج يمكن فيه برامج ضوء علي أكتر أو كان فيه فترة يعني هالبرامج أخذت نجاح أكتر من برامج يعني بين الحوارات حتى اشتغلت ستيسك نحن نحكي تحت الهواء كان فيه حوارات سياسية مهرجينات برامج صباحية برامج مسابقات برنامج سقافة ترفيه أنت عينك على شو هلأ يوقعت واحد بيكون جوية النجاح بس بيقول بدي أنجح بعد بمشروع تاني على أي مشروع عينك على أي مجال تعرف عندي فكرة عبالي بعد أنه نفزها إلى هالفكرة إلى من 2009 بتدور براسي وبيدي نفزها بدي أنه أعمله بأي مجال شيء يعني بلوتو فني أكتر على صوب الفن أكتر فني فني مثل ما بيقوله يعني فني على كل حال بس تكوني أنت أكيد في تويست نادية سنتابع حوارنا الحلو معك بعد البريك متابعين حلقتنا مع الزميل والصديقة نادية بصدق حاسة حالي كتير جدية أنا لأقلك شيء أنا ما بحب عمل انتروفيو لأنه عندي تندانس أن يكون كتير جدية ويصير من هول الجديين اللي بيتفلسفو خلينا نحكي شيء خفيف بعد معنا أربعة دقائية قبل ما نحكي عن الإشاة المحضومة اللي بتقطع واللي بتتخبر لأن في إشا ما بتتخبر نسلم على تمارا وعلى عاطف حياتي عاطف أكيد ما يحضرني تمارا تحضرني بريز لا بيظهر لا بيظهر لا بيظهر لا بيظهر لا بيظهر حلو نيزهر 20 سنة على تيفي وتمارا تمارا بريز هلأ خلصت تاني سنة جامعة ويكون تحضرني وعم تعمل شو عم تعمل حابة تعمل هي بالصوربون تاني سنة حابة تعمل فيلم دايركتينج وهلأ بعد عم تعمل لسانس موفقين إن شاء الله بتوفيون عم يكبروا عم بحق أحلامهم ودلع حدهم يا رب نادية القصص اللي بتصير يعني خاصة بالبرامج المباشرة كتير ومهضومة بتعمل سترس بس دايما بتذكر الواحد الأشياء اللي منها مهضومة طلع على هالزاوية بالمطبخ وشو بتتذكري بتذكر كتير أشياء بذكر مرة كان فيه ضيف مصرق أنه يحكي إنجليزي بس ما عنده ولا كلمة إنجليزي صح وستيفاني كمان بقالها هاي لها ستيفاني كانت وقفة بالمطبخ كل ما سمعت كلمة تعمل وتفرط ضحك وتنزل تحت المجلة أنا أعمل هيك إنه بس بحس الكاميرا مش علية عملها هيك إنه بقوم بقتلك إذا بعبتت حكي أول مرة تانية مرة تالت مرة كنت خلص صار هو عم يحكي وأنا دموعي عم بكره عم لي هيك حتى أطلق دحكة ما بقى فيه صوت قد ما بضحكت يعني بصير معك أشياء بتذكر مرة أجاه ضيفتاني أنا مصررة لنقول إنه اسمه إلي أحواش هو ما اسمه إلي أحواش وما جاي يحكي عن الدكور فقلت له مرحبا أهلا وسهلا فيك أستاذ إلي أحواش أنت اليوم جاي تحكي عن الدكور كيف نقيت لألوان قال لي لأ سوري أنا اسمي إلي أن نقول مثلا جورج بصبوس وجاي أحكي عن الإضاءة عملت أنا هيك طبعا هنحكي عن الإضاءة هي الإضاءة جزء من الدكور صرت أنا أقول من هيدا ليش فات يعني بتصير أشياء وإنت لايف على الهواء ما في مزح إحنا ما بتكون لايف على الهواء يعني بدك تغير تتخطى لحتى الناس ما تتبهدل هاي بالأم تيفي بالمستقبل المستقبل ساير كتير ساير كتير القصة الأشهر هي أنه فاتت بصيني على الستوديو وأنا هربت وتركت الكنابية فاضية على الهواء دقيقتين ثلاثة هلأ معهم يحضر براسي إلا إذا أنت مذكر شي معين بدون إذنات أنا اللي بزع إذن من المزيعات اللي تشاركوا بي بالمين بدي أقول أنه ما كتير عننا وقت أنه الحلقة الأربعة كتير مهضومة كتير حلوة الحلقة اللي وراها كمان في مجموعة عن الإعلاميين كمان الحلقة حلوة وكمان الحلقة اللي وراها حلوة عندنا ثلاث حلقات جايين هؤلوا الحلقات اللي جاهزين كتير لح يسلون الناس عاد عن الأسئلة والإجابات اللي فيهم كمان اللي فيهم كمان اللي فيهم كتير مهضومين ضمن خفيف ومن الحلقات عن جد سبيسيال به هالموسم وبيدي كمان أذكر مازال عطيتوني هالمنبر كارلا عاد شاهين المنتجة شاربل يوسف المخرج جون أخور معدل الأسئلة فدى باسيل اللي بتهتم باللجوف والاتصال فيهم وحجزهم جيسيكا فغالي وساميرا عاصي اللي بيساعدونا بهالبرنامج بدي سلم عليهم كلهم كلهم زب زماليئك أكيد طبعا ويعطيهم ألف ألف عافية نادية بدي أشكريك على هاللقاء الحلو دائما لو قاتل حلو بتقطع بسرعة خلاص انتقيمت اي أحد معانتك شي دقلي أنا بجري أهلا وسهلا لأن الوقت ميح وحكي للوحدي ومتفع الغداء أهلا وسهلا نادية كل النجاح يا رب لك كمان لي وللكل وأنا بدي حياة كل زملائي بكل تلفزيون بردمان أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك بكرة عيد العمال لعمال لبنان الأبطال اللي بيشتغلوا بيعمروا هالبلد وحقوقهم مش منصاني ومش متاخذة كلها بتمنى أنه هالسنة تكون سنة حلوة كمان بكرة بيبلش الشهر المريم أتمنى أنه سيدة لبنان تبقى حافظة هالبلد من كل خطر من كل شر ونحن نتلاقى فيكم بكرة أكيد بحلقة جديدة مع زميلتي على الثماني ونص اشتركوا في القناة